النهاردة حبيبي هنعمل مع بعض العسل الكولوكوز هنعمله في البيت بكل سهولة طبعا هي الطريقة اللي بتتعامل في البيت بتبقى غير الطريقة اللي بتتعامل للشركات بتعملها بس احنا بنحاول اللي احنا نوفر على نفسنا ونعمله بطريقة سهلة وبسيطة لان في بعض البلاد يعني في بعض الناس ما بتقدرش اللي هي تجيب بعسل الكولوكوز فانا بقدم لهم الطريقة ديات النهاردة وده كده شكله بس في الاول فضلا وليس امرا حبيبي ياريت كده تدعموني باللايك والشير والشرك في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل علشان يوصل لكم كل فيديوهات اللي انا بقدمها في القناة اول باول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم حنان الوراقي منادى وفتحي نشوف مع بعض حبيبي هنحتاج ليه هنحتاج لكباتين سكر سكر ابيض 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 اه وهنحتاج لربع معلقة صغيرة من ملح اللي مؤنى وهنحتاج لي ثلاث تربع كبات مية ومعلقة صغيرة من الخلق ودي كده الحل اللي انا ايه هعمل فيها يفضل حل زيدية او حل ستالس اه لان لو عملت في حل الامونيا هيطلع معاك يغمق خالص اهنحتاج لنص كباية كده من المية البرده ادي عشان نعمل بها الاختباء راه اه يبقى دي كده ايه حبيبي المكونات معايا اه هنبدأ اول حاجة اللي انا افضل السكر كده في قلب الحلة كباتين السكر راه وحنفضي عليهم تلاتة اربع كبات مية وبعد كده ابدأ اللي انا احطهم على البوتاجاز لحد السكر ده ما يبدأ اللي هو يدوب معايا كده انا ايه حطيته كده على البوتاجاز لحد السكر بس ما يدوب معايا وبعد كده ابدأ بقى اللي انا احط عليه اه ربع مالاها صغيرة من ملح اللمون ومالاها صغيرة من الخل لا اه طبعا اه ليه انا هحط ملح اللمون ومالاها ومالاها صغيرة من الخل علشان اه يعني عسل كلوكوز ما يسكرش معايا اه وانا بعمله اه ده اه كده بعد السكر مداب ابدأ بقى لانا احط الحاجات اللي انا قلتلكم عليها اه مالح اللمون اهيه ده كده ايه رشة كده من مالح اللمون وحضيف برضو معاها صغيرة من الخل لا طبعا هو علشان بس ايه ما يسكرش معايا اه حديله تقليبة كده هوت اه لحد بس ايه اه المالح اللمون والخل يختلط معاهم ما وحهدي عليه النور لحد ايه ما اه اسيبه كده هوت اه لحد بس ايه ما يوصل اه درجة اللي انا عايزها طبعا انا حعمل الاختبار اللي هي درجة اللي هي الكرة اللي انا اه دي اللي انا عايزها فانا حعمل الاختبار برضو معاكم ونختبر برضو العسل الكولوكوز عشان اه لما يوصل للدرجة ديت عشان برضو تب انتم عارفينه لان اه في ناس بتستخدم ترمومتر فاحنا طبعا انا ما عنديش فانا بعمله لكم يعني حقدم لكم الاختبار بطريقة سهلة وبسيطة يا جدا نعم لان مش كل الناس يبقى عندها ترمومتر فانا يعني بحاول اللي انا ابسطها على نفسي وعليكم معا اه طبعا اه الموضوع دات انا كنت مقدمها من الفين وخمستاشر اه اه على منتدى فتاكات وكان واخد عجابات كثير اه اه في يعني انا مش اول مرة عمله دلوقتي لا انا عمله من زماني اعتبر اللي انا كنت اه في ايامي عياني الفين وخمستاشر كنت انا اه اول واحدة كده اعمل عسل كولوكوز فطبعا في ناس اه شافت الموضوع دهوت كتير وعملته اه فانا بقدمها لكم بقى النهاردة لان ان طلب مني اه في يعني متابع كده طلب مني عسل كولوكوز فانا بقدم الطريقة ديت النهاردة بقدمها لكمة لان الطريقة دي طبعا مش جديدة لا انا مقدمها من الفين وخمستاشر بس كنت اياميها ما كنتش اشتغلت لسه في القناة وآآ يعني بعمل الفيديوهات يعني بالآآ بصوتي وكده كنت لسه دلوقتي بقى انا خدت منه شوية حاطيتهم في المياه كده هوت آآ عشان اشوق فهه هوت هي كده وصلت معي للكورة الليينة طبعا دي كان تاني اختبار اللي انا اعمله الاختبار الاول كان لسه لسه ما وصلتش للمرحلة دي فهي كده لما وصلت معي كده هوت آآ للكورة الليينة احب ده بقى لانا ايه آآ اطفي كده عليها وارفع بقى ايه ارفع عسل الكوليكوز من على النقر يبقى انا كده عملت معاكم الاختبار مرتينة اول مرة كان لسه يعني ما الكورة الليينة ما تجمعتش كده معايا في المياه تاني مرة لما اتجمعت كده معايا فببدأ اللي انا اطفي عليه على طول وارفعه بقى من على النقر طبعا في مرحلة دي تكون معاك بقى برطمان وتسبيه فيه على طول بس انا هحطه نقط في قلب السلطانية علشان اورركم ايه شكله وده كده عسل الكوليكوز عملتوا معاكم بطريقة سهلة وبسيطة انا طبعا بعد ما فضيته كده في السلطانية اه هبرد عليه لان هو صخر اه هجيب شوية مياه كده في علبة وابدل انا اعمله حمام مياه اه عالبارد يعني عشان يبرد معايا ايه بسرعة عشان يعني انهي الفيديو اه اورركم برضو الكوام ايه اه لما يبرد اه زي ما احنا شايفيه نو يفضل لما تيجي تعبليه عمليه في حلة زي اللي انا عملت فيها او حلة استلس لان انت لو عملتيه في حلة الامونيا هيطلع معاك اللون اغمأ من كده بكتير ده كده ايه شكله اه هو لسه طبعا لسه سخن معايا انا دي وقت بس ايه بديله تقليبه بس كده هوت اه علشان يبرد معايا ايه بسرعة اه حاسيبه في المياه ربع ساعة كده هوت اه اقل من ربع ساعة يعني يعني عشر دقيق ولا حاجة بس يبرد كده هوت وابعد كده ارفعه بقى من الميا ديت طبعا هو كل ما هيجي يبرد اه قوم حيتقل معايا فاول ما تحس اللي هو خلاص تقل كده معاك يبرد بتشيريه من المياه ويفضل اللي انت تحطيه في برطمان على طوق لا شايفين شكله طريقته سهلة وبسيطة وتقدر تستخدميه بقى في اي وصفة يكون فيها عسل كولوكوز اه يعني تقدر اللي انت تستخدميه فيه اه هنا بقى ايه خلاص كده حابداء اللي هو كده بيرد معايا اه اه يعني آآ درجة حرارته نزلت بس لسه ده في سنة صغيرة بس هو كده يعتبر برد لان كان سخنه خالص. فدلوقتي بقى ايه? هاورركم القاوم متاعه برضو. شوف يلا بينا بقى نشوف القاوم كده مع بعض. شايفيه? انه هو طبعا لسه لما كمان لما يبرد هو لسه ده في ده في سنة صغيرة. آآ لما يبرد تماما. آآ القاوم متاعه يبقى اتقل من كده. عيبقى زي العسل كولوكوز اللي بيتباع بره بالزبط. فدي كده طريقة دي كده طريقة سهلة وبسيطة ويعتبر ده كده بديل عسل كولوكوز اللي الشركات بتعمله. آآ يعني بقدمها لكم بطريقة سهلة وبسيطة وعلشان كمان يعني ايه? آآ لو مش متوفر عندك عسل كولوكوز يبقى تعمل البديل عسل كولوكوز ده هوت. آآ يعني طريقة تقدر الغرض برضو وتوفر عليك يعني لو انت محتاجا في اي وصفة تقدر اللي انت تستخدميه آآ بطريقة طريقته سهلة وبسيطة. ويفضل استخدام السكر الابيض وآآ ولما تيجي تعمليه تعمليه في حل استلس عشان يطلع معاك اللون فاتح ما يطلعش ما تعملوش في حل الامونيا ويطلع معاك غامق. يبقى انا قلت لكم كده ايه? قلت لكم كده ايه السبب لو طلع معاك غامق? عيطلع غامق ليه? وتحتفظ بيه بقى في برطمان ازاز وتقدر اللي انت تحطيه في المطبخ عادي في التلاجة براحتك يعني. يعني هو مش هيجراله حاجة. كان معكم حنان الوراقي ومرضى وفتحي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.